الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، مستشعر ضغط سائل ناقل الحركة، الدائرة F ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشاكل تشخيص المحركات، المحركات العامة عادة على جميع المركبات المجهزة OBD2 بما في ذلك على سبيل المثال للحصر نيسانو، دوج، كريسلر، هوندا، شيفرولي، جي أم سي، تويوتا، وما إلى ذلك، ولكن يبدو أنه الأكثر شيوعا في سيارات نيسانا، عدتا ما يتم العثور على مستشعر مفتاح ضغط سوائل ناقل الحركة TFPS متصلا بجانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة، على الرغم من أنه قد يوجد أحيانا مثبتا في جانب علبة جسم النقل نفسه، يحول TFPS ضغط النقل الميكانيكي إلى إشارة كهربائية لوحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM أو وحدة التحكم في النقل TCM عادة، يقوم PCM-TCM بإبلاغ وحدات التحكم الأخرى باستخدام ناقل اتصالات البيانات في السيارة، يتلقى PCM-TCM إشارة الجهد هذه لتحديد ضغط تشغيل الإرسال أو عند حدوث التحول، يتم تعيين هذا الرمز إذا لم يتطابق إدخال F هذا مع جهد التشغيل العادي المخزن في ذاكرة PCM-TCM قد يكون أيضا بسبب مشاكل ميكانيكية داخلية داخل ناقل الحركة، ارجع إلى دليل الإصلاح الخاص بالمركبة لتحديد الدائرة TF لسيارتك، عادة ما تكون P0992 مشكلة في الدائرة الكهربائية، دائرة استشعار TFPS، على الرغم من أنه كما ذكر سابقا، قد يتم أيضا تعيين هذا الرمز بسبب مشكلات ميكانيكية، تسربات داخلية، أو كرات فحص متصدعة أو مفقودة في جسم الصمام، وانخفاض ضغط تشغيل النظام، ضغط الخط الرئيسي، عالق الصمام في جسم الصمام، لا يمكن تجاهل هذا في مرحلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، خاصة عند التعامل مع مشكلة متقطعة، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتمادا على الشركة المصنعة ونوع مستشعر TFPS وألوان الأسلاك، ذات الصلة مستشعر ضغط السائل المتحولة رموز الدائرة F-P0993 ناقل الحركة لمستشعر ضغط السائل، أتبديل F نطاق الدائرة، الأداء P0994 مستشعر ضغط السائل، أتبديل F الدائرة منخفضة P0995 مستشعر ضغط السائل، أتبديل F الدائرة عالية P0996 مستشعر ضغط السائل، أتبديل F الدائرة شدة الكود المتقطع والأعراض تتوقف شدته على الدائرة التي حدث فيها الفشل، وبما أن هذا يعد عطلا كهربائيا، فيمكن أن يعوض PCM-TCM إلى حد ما، قد يعني الفشل أن PCM-TCM يعدل تحول الإرسال إذا تم التحكم فيه إلكترونيا، قد تشمل أعراض رمز المحرك P0992 مايلي، ضوء مؤشر العطل عند التغيير في جودة التحول تبدأ السيارة في التيروس الثاني أو الثالث، الوضع الضعيف، الأسباب عادة ما يتم تعيين أسباب هذا الرمز، فتح في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS، احتمال قصر الجهد في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS، ممكن قصير إلى الأرض في دائرة الإشارة إلى مستشعر TFPS، احتمال فشل مستشعر TFPS، مشكلة إرسال ميكانيكي داخلي محتمل، فشل PCM محتمل، غير مرجح، البرمجة مطلوبة بعد الاستبدال، التشخيص وإجراءات الإصلاح تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، من الأمثلة الجيدة على ذلك إذا كانت هناك أي رموز معروفة مرتبطة بالطاقة مع P0992، أو إذا كان هناك أكثر من جهاز استشعار الضغط، رمز التبديل. إذا كان الأمر كذلك، فإبدأ التشخيص باستخدام رمز الخطأ المرتبط بالطاقة أولاً، أو بالتشخيص متعدد الرموز أولاً، لأن هذا قد يكون سبب P0992 بعد ذلك، حدد موقع مستشعر مفتاح ضغط سوائل ناقل الحركة TFPS في سيارتك الخاصة، عادة ما يتم العثور على TFPS متصلاً بجانب جسم الصمام داخل ناقل الحركة، على الرغم من أنه قد يتم العثور عليه أحياناً مثل تنفي جانب علبة جسم النقل نفسه، بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصل والأسلاك بصريان، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، افصل الموصل عن بعضها وافحص أطراف التوصيل بعناية الأجزاء المعدنية داخل الموصل، تحقق مما إذا كانت تبدو محترقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، خاصة إذا كانت مثبتة خارج علبة الإرسال، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف وضع الشحوم الكهربائية حيث تتلامس الأطراف، إذا كان لديك أداة مسح، امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمز P0992 يرجع، إذا لم يكن كذلك، فمن المرجح أن تكون مشكلتك هي الاتصالات، هذا هو المجال الأكثر شيوعا للقلق بالنسبة لهذا الرمز، نظرا لأن توصيلات النقل الخارجية لديها أكبر عدد من المشكلات المتعلقة بالتآكل، إذا عاد رمز P0992، فسنحتاج إلى اختبار مستشعر TFPS والدوائر المرتبطة به، باستخدام مفتاح إيقاف التشغيل، افصل الموصل الكهربائية في مستشعر TFPS، قم بتوصيل سلك أسود الفولتمتر الرقمي DVOM، بطرف مرجعي أرضي أو منخفض في موصل تسخير أسلاك مستشعر TFPS، قم بتوصيل الطرف الأحمر من الفولتمتر الرقمي بطرف الإشارة في موصل ضفيرة الأسلاك بمستشعر TFPS، قم بتشغيل المفتاح على المحرك، تحقق من مواصفات الشركة المصنعة، يجب قراءة الفولتمتر إما 12 فولت أو 5 فولت، تذبذب الاتصالات لمعرفة ما إذا كانت تتغير، إذا كان الجهد غير صحيح، فقم بإصلاح سلك الطاقة أو الأرض، أو استبدل PCM، TCM، إذا نجح الاختبار السابق، فقم بتوصيل أحد أطراف مقياس الأميال بطرف الإشارة في مستشعر TFPS، والآخر إلى الطرف الأرضي أو المرجعي المنخفض في المستشعر، تحقق من مواصفات الشركات المصنعة حول مقاومة المستشعر لاختبار مقاومة الضغط بدقة عند عدم وجود ضغط عليها، حرك الموصل عند مستشعر، مفتاح ضغط مائع ناقل الحركة أثناء مراقبة المقاومة، إذا لم تمر قراءات الأومتري، استبدل TFPS، إذا مرت جميع الاختبارات السابقة واستمرت في الحصول على P0992، فمن المرجح أن يشير ذلك إلى فشل مستشعر TFPS، على الرغم من أنه تعذر استبعاد PCM، TCM الفاشل، ولا يمكن أن يعطل الإرسال الداخلي حتى يتم استبدال مستشعر TFPS، إذا لم تكن متأكدا، فاطلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، يجب برمجة PCM، TCMS أو معايرتها في السيارة لتثبيتها بشكل صحيح.